الجامعة الافتراضية السورية مقرر مقدمة في التعليم الإلكتروني للدكتور سامي الخيامي لغة هذا التسجيل الفصل الرابع من الكتاب بعنوان أنظمة إدارة المحتوى التعليمي أي من الصفحة 71 حتى الصفحة 87 تقدمة مبادرة الضوء بصوت مايا البرازي الملخص نتعرف في هذه الوحدة على أحد نماذج بنى المواد التعليمية المستخدمة في أنظمة إدارة المحتوى كما نتعرف على خدمات النظام وعلى مثال تطبيقي عن نظام إدارة محتوى تعليمي الأهداف التعليمية يتعرف الطالب في هذا الفصل على مفهوم الأغراض التعليمية مفهوم قابلية إعادة الاستخدام خدمات نظام إدارة محتوى تعليمي تطبيق مباشر على نظام إدارة محتوى تعليمي مقدمة عن أنظمة إدارة المحتوى التعليمي تهدف أنظمة إدارة المحتوى التعليمي إلى توفير خدمات بناء وتحرير وعرض المادة التعليمية ضمن نظام تعليمي متكامل وتعتمد هذه الأنظمة على مواد تعليمية مخزنة بصيغة الكترونية ومبنية وفق استراتيجية ذكية تسمح ببناء محتواها لمرة واحدة وإعادة استخدامه واستعراضه بأشكال مختلفة حسب الحاجة يعتمد بناء المادة التعليمية على فكرة توليد شكل معياري يمثل بنية هذه المادة ويسمى الغرض التعليمي يتميز هذا الغرض بأنه قابل للفهرسة بسهولة وقابل لإعادة الاستخدام من قبل مواد تعليمية أخرى كما يمتاز بقابليته لتقديم محتوى على نحو يسمح بعرض هذا المحتوى بأساليب وطرق مختلفة أسباب ظهور الأغراض التعليمية إن وجود آلاف الجامعات والكليات والمراكز التدريبية حول العالم ووجود آلاف المناهج التي تشترك بعدد كبير من المواد التعليمية أدى لوجود مئات الآلاف من المواد التعليمية المتشابهة تحت نفس العنوان والمضمون ويؤدي تكرار نشر هذا الكم الهائل من المواد التعليمية بصيغة الكترونية مختلفة إلى استهلاك كميات مضاعفة من الموارد التي يمكن توفيرها إذا تم وضع توصيف معياري موحد لبنية المادة التعليمية إذ تساعد البنية الموحدة في الاستفادة من المواد المبنية مسبقا دون الحاجة لإعادة بنائها فما الحاجة لإعادة بناء المحتوى الخاص بمواضيع في الرياضيات جرى تطويره مسبقا عندما نحتاجها إثناء تطوير محتوى مادة في الفيزياء أو في إدارة الأعمال إن ارتفاع كلفة معملية تطوير المحتوى يجعل من الحكمة رفع معدل استخدام المحتوى التعليمي المطور إلى أعلى المستويات وذلك حتى نخفض كلفته إلى أقل مستوى ممكن وعليه كان من الضروري تركيز الجهود لتصميم وتخزين المحتوى التعليمي كغرض معياري ندعوه غرض تعليمي قابل لإعادة الاستخدام الأغراض التعليمية القابلة لإعادة الاستخدام تاريخيا ينسب معظم العاملون في هذا المجال مصطلح الغرض التعليمي إلى بدأت مجموعة من المنظمات والشركات مثل IEEE وIMS خلال الفترة ما بين عامي 1994 و1996 بالتنافس في وضع المعايير الخاصة بالأغراض التعليمية وأدركت أوراكل أن الأغراض التعليمية ستشكل عاملاً أساسياً في تطوير استراتيجيتها التعليمية أقامت ببعض المحاولات بين عامي 1994 و1995 التي أدت إلى ظهور تطبيق أوراكل التعليمي أوراكل Learning Application OLA والذي شكل محاولة أولية لبناء بيئة تحريرية تعتمد على مفهوم الأغراض التعليمية وعلى الرغم من أن أوراكل Learning Application لم يستثمر بفاعلية في أوراكل إلا أن توم كيلي وتشانك بارت انتقلا إلى سيسكو وتابعا عملهما في الأغراض التعليمية وقد تويج عملهما بإصدار سيسكو بوثيقتها في عام 1998 حول الأغراض التعليمية القابلة لإعادة الاستخدام وقد استطعت هذه الوثيقة بالإضافة إلى تلك الجهود المذولة في القياسات الصناعية وتوصيفات البنى الداخلية أن تجعل الأغراض التعليمية القابلة لإعادة الاستخدام في صدارة الصناعات البرمجية مع بداية عام 2000 ملاحظة في الهامش في عام 1992 وبينما كان ويني يراقب أحد الأطفال الذين يلعبون بلعبة الليغو أدرك أن استراتيجية بناء المواد التعليمية تحتاج إلى استخدام كتل تعليمية ومسبقة الصناع مشابهة لقطع الليغو يمكن أن تركب وتشغل ضمن أي نظام تعليمي وقد باتت بعض المواقع مثل موقع سكول نيت الكندي تقدم خدمات للمدرسين الراغبين بتحديد مواقع المواد التعليمية التي يرغبون بالحصول عليها واستخدامها في تطوير موادهم مثل موقع www.schoolnet.ca ننتقل إلى فقرة بعنوان استراتيجية الأغراض التعليمية نعرف الغرض التعليمي بأنه كيان رقمي تم تصميمه بهدف موافقة هدف تعليمي محدد ويمكن إعادة استخدامه لدعم عملية التعلم تدعى إجرائية تطوير وربط هذه الكيانات الرقمية استراتيجية الأغراض التعليمية القابلة لإعادة الاستخدام تساعد استراتيجية الأغراض التعليمية مزودين محتوى في تخفيض مستوى تعقيد عملية البناء بسبب سهولة البنية المعتمدة تأمين الاتصاق في عمليات البناء نتيجة لوجود بناء مهيكلة ومهيارية البناء لمرة واحدة والاستخدام لعدة مرات كما تؤمن استراتيجية الأغراض التعليمية للمتدربين الوصول إلى كميات محددة من المعلومات متناسبة مع طريقة التعلم المتبعة وتخفيض الوقت اللازم لتحقيق الهدف التعليمي المطلوب تحتاج الأغراض التعليمية لنظم تدير عمليات التخزين والتحرير المتعلقة بها إذا ترافق ظهور الأغراض التعليمية وتطورها مع تطور أنظمة إدارة المحتوى التعليمي ضمن أنظمة التعلم عن بعد وقد ساعدت أنظمة إدارة المحتوى المطورين في بناء وتخزين وإدارة الأغراض التعليمية بسهولة فقرأ بعنوان بنية الغرض التعليمي يعتبر RLO المكون الأساسي للنظام التعليمي ويمثل مادة تعليمية ويخدم هدف دراسي معين حيث يشكل مجموع RLO منهاج تعليمي متكامل يبين الشكل التالي البنية العامة للRLO الممثل لمادة تعليمية حيث تتألف كل مادة تعليمية من العناصر التالية مقدمة المادة الدراسية Overview مجموعة من الأغراض الجزئية التي ندعوها الأغراض ذات المعلومات القابلة لإعادة الاستخدام ويتراوح حددها بين 5 إلى 9 خلاصة عن الموضوع Summary وتمارين وامتحانات Assessment كما تضم المادة التعليمية معلومات عن المادة نفسها ندعوها معطيات الغرض السامية وتتألف من 1- عنوان المادة الدراسية 2- الهدف المراد تحقيقه 3- اسم الكاتب 4- تاريخ التأليف وتاريخ النشر 5- المهارات اللازمة لدراسة المادة 5- أقسام الغرض التعليمي 6- المقدمة والخلاصة تعتبر المقدمة تمهيداً للمادة التعليمية يساعد على إعطاء المتدرب لمحة عن المهارات التي سيكتسبها بعد الانتهاء من هذا الجزء كما تقدم فكرة عن طريقة تتابع المعلومات ضمن هذه المادة أما الخلاصة فهي تلخيص عام لما تم عرضه ضمن المادة وما توجب تحقيقه من أهداف تعليمية مرجوة تتضمن المقدمة العناصر التالية 1- التمهيد وهو مؤلف من مقطع أو من مجموعة من المقاطع التي تشرح الهدف الواجب تحقيقه من المعلومات المحتوى ضمن المادة التعليمية 2- الأهمية التي تبين أهمية تعلم المعارف التي تقدمها المادة التعليمية وذلك عبر توضيح العلاقة بين الهدف الذي تحقيقه المادة نفسها والهدف التعليمي الذي يحقيقه المنهاج التعليمي الذي أنشئ النظام التعليمي لأجله 3- المخطط العام مخطط يشير لعناوين المواضيع التي تتناولها المادة التعليمية 4- السيناريو الذي يعرض تسلسل عرض المواضيع ضمن المادة التعليمية 5- الهدف الذي يبين باختصار هدف موضوع من المواضيع التي تطرحها المادة 6- المؤهلات 7- التي تستعرض مجموعة من المعارف التي يجب على المتدرب إتقانها قبل البدء بدراسة المادة التعليمية 8- وتتضمن قائمة بالدروس التي من الممكن أن يعود لها المتدرب في حال احتاج لهذه المهارات 9- أغراض المعلومات القابلة لإعادة الاستخدام يتألف كل غرض معلومات قابل للاستخدام من العناصر التالية أولاً المحتوى الذي يحوي المعلومات الفعلية عن الموضوع الذي يعالجه غرض المعلومات 9- ثانياً التمارين العملية وهي مجموعة من التمارين التي تساعد على تثبيت الأفكار التي ترد ضمن فقرة المحتوى 10- ثالثاً التقييم وهي مجموعة من الأسئلة الامتحانية التي تحدد مستوى إتقان المتدرب 10- التي تحدد مستوى إتقان المتدرب للمعلومات الواردة ضمن فقرة المحتوى 11- وتكون لهذه الأغراض أنماط متعددة تبعاً لنمط وطريقة عرض الموضوع الذي تطرحه 11- التقييمات والتمارين العملية المرتبطة بمادة تعليمية 11- تخدم التقييمات أهداف مختلفة ترتبط بطريقة اتباع التقييم 12- إذ يمكن للمتدرب أن يتبع التقييم إما قبل أو بعد استعراض المادة التعليمية 13- يتحول التقييم في الحالة الأولى إلى وسيلة لتحديد مؤهلات المتدرب 13- بينما يسمح في الحالة الثانية بالتأكد من أن المتدرب قد امتلك كافة المعارف والخبرات المطروحة ضمن المادة التعليمية 14- وحقق الغرض المطلوب من عرضها 15- ينبغي أن نراعي خلال عملية بناء التقييمات جانبين أساسيين 15- التركيز على الأفكار الأساسية للمواضيع المطروحة ضمن المادة التعليمية 16- وتصنيف الأسئلة ضمن أنماط 17- واحد استذكار 18- اثنان تحليل 19- ثلاثاتر 19- تركيب 20- أربعة تطبيق 20- تقتضي عملية التصنيف السابقة انتماء أي سؤال يتم بنائه إلى أحد الأنماط السابقة 21- إلى أحد الأنماط السابقة 22- حيث يحدد المعلم خلال عملية بنائه للسؤال المستوى الذي ترتبط به 23- ففي حال اعتبر المعلم أن المتدرب سيحتاج إلى استذكار مجموعة من المعلومات المعروضة دون أي معالجة توجب عليه بناء سؤال له نمط الاستذكار 23- أما إذا اعتبر المعلم أن المتدرب بحاجة إلى فهم المجال التطبيقي للمعلومات المطروحة 24- فسيقوم عندها ببناء سؤال يبين مدى استيعاب المتدرب وقدرته على استخدام المعلومات وذلك وفق نمط التطبيق 25- أنماط أغراض المعلومات يتألف الغرض التعليمي من مجموعة من أغراض المعلومات التي يشكل اجتماعها غرضا تعليميا متكاملا وتختلف أنماط أغراض المعلومات تبعا لنمط المعلومات التي ترد ضمنها فقد يكون لغرض المعلومات أحد الأنماط التالية 1- المفهوم عندما يتكون الموضوع من تعريف أساسية مثل تعريف شبكات المعطيات وأنماطها وأقسامها 2- الحقيقة عندما يتألف الموضوع من حقائق أو مبرهنات مثل عرض نصوص وبراهين مجموعة من النظريات الرياضية 3- الإجراء عندما يتألف الموضوع من سلسلة خطوات مواضحة ومحددة حيث تختص كل خطوة بتنفيذ مهمة ما أو اتخاذ قرار ما مثل استعراض مخطط عمل منظومة إدارية 4- الإجرائية عند تدريس الناحية العملية لموضوع ما أو كيفية تنفيذ وظيفة محددة مثل تثبيت وإعداد نظام تشغيل على حاسب 5- المبدأ عند الحاجة لإرشاد المستخدم حول كيفية أداء عمل ما مثل شرح مبدأ عمل المودم يمتلك كل نمط من أنط الأغراض بنية محددة تسمح بتحديد أدق لإمكانية إعداد استخدام الأغراض ضمن أكثر من موضوع تعليمي ننتقل إلى فقرة بعنوان أنظمة إدارة المحتوى التعليمي خلال مسيرة أنظمة التعلم عن بعد تم تطوير أشكال مختلفة من الأنظمة المؤتمة التي ركزت على طرق العرض فقط إذ قدم بعضها للمتدرب إمكانيات تفاعل ضعيفة مع النظام التعليمي كتلك المعتمدة على الأقراص المدمجة وقدم بعضها الآخر إمكانيات تخاطب أفضل فتوجهت لإداري المؤسسات التعليمية وللمتدربين على حد سواء لتقدم لهم أدوات مساعدة على تسهيل عمليات المتابعة والوصول إلى المعلومات وإنشاء التقارير واعتمدت هذه الأنظمة بمجملها على مواقع الويب افتقرت النسخ الأولى من الأنظمة التعليمية إلى الأدوات المساعدة في بناء المحتوى التعليمي لكن مع تطور مفاهيم التعلم عن بعد وظهور المنهجيات المرتبطة ببناء الأغراض التعليمية القابلة لإعادة الاستخدام تم تطوير مجموعة من الأنظمة تحت اسم أنظمة إدارة المحتوى التعليمي توجهت هذه الأنظمة لدى تصميمها إلى مزودي المحتوى من معلمين ومصممي دروس ومسؤولين عن تحديد أهداف المواد التدريسية ومطوري المناهج التعليمية ومدراء مؤسسات تعليمية لذا اعتمدت النسخ الحديثة منها على تقسيم التطبيقات الأساسية المرتبطة بها إلى جزئين أساسيين أولا أنظمة تهتم ببناء المحتوى التعليمي وإدارته تدعى نظم إدارة المحتوى التعليمي ثانيا أنظمة تهتم بعمليات الوصول إلى نظم التعليم عن بعد والاستفادة منها وفق القواعد الإدارية المتبعة في المؤسسة التعليمية وتدعى نظم الإدارة التعليمية وظائف نظام إدارة المحتوى التعليمي يمكن تصنيف وظائف النظام ضمن أربع مجموعات رئيسية 1- الوظائف المتاحة لجميع المستخدمين 2- الوظائف المتاحة لمدير النظام 3- الوظائف المتاحة للمعلمين 4- الوظائف المتاحة للمتعلمين الوظائف المتاحة إلى جميع المستخدمين من الوظائف المتاحة لجميع المستخدمين 1- الولوج إلى النظام 2- تعديل كلمة السر 3. استعراض المناهج 4. استعراض الدروس التابعة لمنهج 5. البحث يمكن للمستخدم سواء كان مديراً، معلماً أو متعلماً أن يبدأ باستخدام النظام عن طريق التصريح عن اسمه وكلمة مروره. وبناء على هذه البيانات يقوم النظام بالسماح للمستخدم بالدخول إلى الصفحة المخصصة له. يمكن للمستخدم أيضاً استعراض المناهج واستعراض الدروس التابعة لمنهج محدد، فبعد أن يختار منهج محدد، يعرض النظام اسماء الدروس التابعة للمنهج الذي اختاره. كما يستطيع نقل مجموعة من الدروس أو المناهج إلى قرص مرن أو قرص مدمج أو عرضها وإجراء عمليات بحث عليها. أما الوظائف المتاحة لمدير النظام، إضافة مستخدم جديد، حزف مستخدم، إضافة منهج جديد، حذف منهج، وتعديل منهج. يمكن لمدير النظام إضافة مستخدم جديد وتحديد فئته سواء كان معلماً أو متعلماً، كما يمكنه حذف المستخدم وحذف البيانات المرتبطة به مع المحافظة على الدروس التي وضعها المعلم والتي تصبح تابعة لحساب مدير النظام. يستطيع مدير النظام أيضاً إضافة منهج جديد أو حذف منهج سابق، ونعني بحذف منهج إيقاف تفعيله وليس حذفه فيزيائياً، ومنع المتعلمين من استعراضه مع تمكين المعلمين من الاستفادة منه كمرجع. ويمكن للمدير إعادة تفعيل من هاجمه وتعديل بنيته، ولكنه لا يستطيع تعديل محتوى. الوظائف المتاحة للمعلمين من الوظائف المتاحة للمعلمين 1. بناء درس جديد 2. حذف درس 3. تعديل درس 4. إضافة درس موجود بدون تعديل 5. إضافة درس موجود مع تعديل 6. بناء فقرة جديدة 7. إضافة فقرة موجودة بدون تعديل 8. إضافة فقرة موجودة مع تعديل 9. حذف فقرة 10. تعديل فقرة 11. إعادة استخدام محتوى موجود بدون تعديل يستطيع المعلم الذي يستخدم هذا النظام بناء دروس جديدة أو حذف دروس سبق له توليدها بين قوسين إيقاف تفعيلها 10. وتعديلها في حال كان مالكاً للمنهاج 11. كما يمكنه إضافة فقرات جديدة على درس سابق أو إضافة فقرات موجودة بدون أو مع تعديل أو حذف فقرات بين قوسين إيقاف تفعيلها 12. كما يمكن للمعلم أيضاً إعادة استخدام عنصر مبني مسبقاً من قبل معلم آخر 13. كإعادة استخدام مخطط أو جدول دون الحاجة لإعادة بناءه 14. الوظائف المتاحة للمتعلمين من الوظائف المتاحة للمتعلمين يستطيع المتعلم بشكل أساسي استعراض المواد التعليمية وتقييم نفسه عبر تدريبات وتقييمات تدريبات 1. يتميز الغرض التعليمي B A. قابل للفهرسة بسهولة B. قابل لإعادة الاستخدام من قبل مواد تعليمية أخرى C. يؤمن أدوات الصف الافتراضي والجلسات الآنية D. الإجابتين واحد واثنان والجواب الصحيح هو D. الإجابتين واحد واثنان السؤال الثاني كان من الضروري تركيز الجهور لتصميم وتخزين المحتوى التعليمي كغرض معياري بسبب A. وجود آلاف الجامعات والكليات والمراكز التدريبية حول العالم التي تطور آلاف المناهج التي تشترك بعدد كبير من المواد التعليمية B. تكرار نشر كم هائل من المواد التعليمية المتشابهة بصيغ إلكترونية مختلفة مما يؤدي إلى استهلاك كميات مضاعفة من الموارد C. ارتفاع كلفة عملية تطوير المحتوى مما يجعل من الحكمة رفع معدل استخدام المحتوى التعليمي المطور إلى أعلى المستويات D. جميع الإجابات صحيحة والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة السؤال الثالث ينصب مصطلح الغرض التعليمي إلى A. توم كيلي B. شانك باريت C. ويني هدجنس D. جورج باتمان والجواب الصحيح هو C. ويني هدجنس السؤال الرابع إصدار سيسكولي وثيقتها حول الأغراض التعليمية القابلة لإعادة الاستخدام في عام A. 1997 B. 1998 C. 2000 D. 2002 وجواب الصحيح هو B. 1998 السؤال الخامس الغرض التعليمي A. كيان رقمي تم تصميمه بهدف موافقة هدف تعليمي محدد ويمكن إعادة استخدامه لدعم عملية التعلم B. إجرائية تطوير وربط الكيانات الرقمية C. طيف واسع من الأنظمة التي تنظم وتوفر إمكانيات الوصول إلى خدمات تعليمية آنية لكافة المشاركين في العملية التعليمية للمدرسين ومتعلمين ومسؤولين إداريين D. منصة عمل تسمح بنشر المحتوى التعليمي وتثبيت أدوات الاتصال اللازمة للوصول إليه والجواب الصحيح هو A. كيان رقمي تم تصميمه بهدف موافقة هدف تعليمي محدد ويمكن إعادة استخدامه لدعم عملية التعلم السؤال السادس تساعد استراتيجية الأغراض التعليمية مزودين محتوى في A. تخفيض مستوى تعقيد عملية البناء بسبب سهولة البنية المعتمدة B. تأمين الاتصاق في عمليات البناء نتيجة لوجود بناء مهيكلة ومعيارية C. البناء لمرة واحدة والاستخدام لعدة مرات D. جميع الإجابات صحيحة والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة السؤال السابع تتألف كل مادة تعليمية من A. مقدمة للمادة الدراسية B. تمارين وامتحانات C. خلاصة عن الموضوع D. جميع الإجابات صحيحة والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة السؤال الثامن تتضمن مقدمة الغرض التعليمي إحدى العناصر التالية A. التمهيد B. السيناريو C. المؤهلات D. جميع الإجابات صحيحة والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة السؤال التاسع واحد مما يلي لا يعتبر من العناصر الرئيسية لغرض معلومات قابل لإعادة الاستخدام A. المحتوى B. التمهيد C. التقييم D. التمارين العملية والجواب الصحيح هو B. التمهيد السؤال العاشر تصنف الأسئلة في عملية بناء التقييمات إلى A. أسئلة استذكار B. أسئلة تحليل C. أسئلة تطبيق D. جميع الإجابات صحيحة والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة السؤال الحادي عشر تتضمن التقييمات الخاصة بكل مادة دراسية مجموعة من الأسئلة التي يتم منتقاؤها من مجموعة التقييمات المرتبطة بكل موضوع من مواضيع المادة التعليمية صح أم خطأ والجواب صح السؤال الثاني عشر واحد مما يلي يعتبر من أماط أغراض المعلومات A. المفهوم B. الحقيقة C. المبدأ D. جميع الإجابات صحيحة والجواب الصحيح هو D. جميع الإجابات صحيحة السؤال الثالث عشر توجهت أنظمة إدارة المحتوى التعليمي عند تصميمها إلى A. مصميم الدروس C. البحث D. الإجابتين واحد وثلاثة والجواب الصحيح هو D. الإجابتين واحد وثلاثة السؤال الخامس عشر والأخير واحد مما يلي يعتبر من الوظائف المتاحة لمدير النظام في نظام إدارة المحتوى التعليمي A. البحث B. استعراض الدروس التابعة لمنهاج C. إضافة منهاج جديد D. استعراض المناهج والجواب الصحيح هو C. إضافة منهاج جديد وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل الرابع بعنوان أنظمة إدارة المحتوى التعليمي